اشتركوا في القناة امات الفقيد الراحل ودوره في مسيرة الحركة التجارية والاستثمارية في مملكة البحرين وجهوده في دعم الاقتصاد الوطني عبر العديد من المشروعات الرائدة معربا سموه عن تقديره لمبادرات عائلة الامين الخيرية والاجتماعية ودوره في ترسيخ قيم التكافل والعطاء في المجتمع واكد سموه ان همية الحفاظ على قيم التواصل والترابط التي يتسم بها مجتمع البحرين والعمل على ترسيخها في نفوس الاجيال القادمة لما لها من اهمية واثر في تقوية اركان الوحلة الوطنية والتماسك المجتمعي من جهتهم عبر ابناء علي بن راشد الامين عن خالص الشكر والامتنان والتقدير لصاحب السموه الملكي رئيس الوزراء على مشاعر سموه الصادقة وموساته لهم في مصابهم بوفاة والدهم بما يعكس ما يتمتع به سموه من خصال حميدة مشيدين باهتمام سموه وحرصه على ان يكون قريبا من المواطنين ومساندتهم في مختلف الظروف دعين الله ان يحفظ سموه ويمتعه بمفور الصحة والعافية وطول العمر وان يبقيه ذخرا وسندا للوطن لمؤصلة جهوده الوطنية المخلصة في نماء الوطن وتقدمه اشتركوا في القناة